مالك يا حمدي فيه ايه؟ شايفك كده مش على بعضك بقى لك كم يوم؟ على طول كده مهموم وممتدايق ومخنوق فيه يا ابني ما تحكيلي؟ والله يا عبدالله انا مخنوق ومش عارف اعمل ايه من كتر المشاكل بنلاق لك سيبني في حالي لان انا مش طايق نفسي سيبها يا ابني على الله واستعمب ربنا سبحانه وتعالى والله يا ابني انا سايبها على الله ومنتظر الفرج هو يحلها من عنده بقى سايبها على الله كده يا موضوع سبه للا يا ابن الموضوع ربنا سبحانه وتعالى مسبب الاسباب هو انت ينفع تاخد راتب من غير ما تشتغل لا طبعا من الشركة العبيطة اللي هتعمل كده يعني انت عايز الحل ولا كلام ايه اقولك على الخلاصة بقولك ايه عندك حل قوله ما عندكش سيبني في حالي وسيبني بالل انا فيه انت بتصلي الاول هو اللي انت بتقوله ده سؤال ولا حل ما ترد علي يا حمدي مش احنا اولنا مفيش راتب من غير عمل ثانيا تكون متقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتكون بتصلي يعني لازم تدي حقوق ربنا الاول علشان يجي لك انفراجة في النفس طب وهو كده عبدالله انا مشاكلها هتتحل لازم يكون عندك مبدأ في الحياة يعني تاخد اولوياتك او همومك دي ترتبها الاهم في المهم انت عارف يا حمدي انت عامل زي ايه عامل زي الراجل العازب المهمل في طبعه اللي هو كل حاجة بيرميها في اي حتة لو جي الصبح عشان خاطر يلبس شراب ممكن ياخد نص اليوم علشان خاطر يدور مع انه لو رتب الاوضة بتاعته وخد البدلة بتاعته وحطها في الدولاب وخد البنطلون وحطها على الشمعة ساعتها الدنيا هتفضأ قدامه ويعرف يلاقي الشراب انت دماغك كده يا حمدي رتب المشاكل بتاعتك الاهم في المهم وساعتها هتقدر ساعتها هتقدر تستمر بس طبعا بستعانى من ربنا سبحانه وتعالى لاني لازم تشتغل يعني انا لو سبت الهدوم مترمية وسبت الحاجة مترمية في الاوضة انا عمري ما هعرف هلاقي الشراب فانت برضو حياتك كده بالزبط استعين بربنا سبحانه وتعالى واكتهد ورتب اولوياتك علشان تقدر تستمتع باللي جاي شكرا يا عبدالله على الكلام اللي انت قلته لي ده انت فعلا نورتلي الشمعة اللي كانت مطفية في حياتي وفعلا فعلا وجهتني لحاجات انا ما كنتش واخي بالي منها ان انا هرتب مشاكل كبيرة في الصغيرة فالاصغر منها وهكذا بس ده قابل ده كله انت قلتلي ان انا استعين بربنا سبحانه وتعالى فعلا هستعين بربنا سبحانه وتعالى بس هي مش مجرد كلمة لأ واقول اعماله فصيار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبعد كده اتوكل على الله وفعلا هاسبه على ربنا سبحانه وتعالى نشكر لك جدا يا عبدالله مش عارف اقولك ايه على الكلام اللي انت قلته لي ده ومن فضلك ادقي لي دعوة ان ربنا يشيل من علي الهموم ديت علينا وعليكم على المسلمين كلهم يا عملة شكرا على واجب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحالك ان شاء الله بس يا حمدي الحلول مش هتيجي كده لوحدها وانت قاعد وحطت ايدك على خدك لا يا حبيبي انت لازم تفكر وتشتغل وتكتب لان انت لو سكت هتجدك جميع الامراض ولا هتنفع نفسك ولا هتنفع غيرك يا ابني صدقني استعانة بربنا سبحانه وتعالى وزي ما قلتلك رتب مشاكلك كده وان شاء الله الدنيا هتتحل باذنك انت يا رب السيناريو اللي انت شفتوه الواهم ده هو فعلا موجود حقيقة في جميع المجتمع وجميع المجتمعات فيه ناس كتير قوي مهمومة ومش عارفة هي مهمومة من ايه ما انهم لو رتبوا افكارهم ورتبوا حاجاتهم فعلا هيعرفوا يحلوا مشاكلهم ان الضغوط النفسية اللي عليهم دي ممكن تعمل لهم مشاكل صحية لأ انا استعين بربنا سبحانه وتعالى وابتدي ارتب افكاري زي ما صاحبنا اللي كان بيدور على الشراب من شوية ومش عارف يلاقي الشراب بسبب الهرجال اللي موجودة في القوضة من فضلكم ارتبوا دماغكم اعمل لدماغك ريستارت اعمل لدماغك ريفريش يعني مثلا الكمبيوتر لما بيشتغل على اكتر من برنامج بيهنج انت دماغك بتهنج نفس التهنيجة دي علشان بتفكر في حاجات كتير لأ ارتب نفسك وفكر في المهم في الاهم وبعد كده استعين بربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله ما تنساش تستنانا في الحلقات اللي جاية وتفرج علينا في الحلقات اللي فاتت واشتراك ولايك شكرا لیکم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته